هذا وكانت طالبت تسع منظمات حقوقية المبعوث الأممي بالضغط على ميليشيات الحوث الإرهابية لتسريع تسليم خرائط زرع الألغام قالت المنظمات في رسالة مشتركة إنها تنتهز زيارة المبعوث إلى الصنعاء وتذكره بكارثة الألغام والعبوات الناسفة والدخائر غير المنفجرة التي زرعتها ميليشيات الحوث على نطاق واسع في اليمن وما تسببت به من خسائر بشرية وأضرار مادية وخيمة على اليمن أرضا وإنسانا